استطعتم أن تحققوا ربحية رغم تراجع معظم المنتجات لديكم كيف استطعتم أن تحققوا هذه المعادلة وهذا الربح الحمد لله الربع الأول دائما يكون فيه تحدي لمصنعي ومنتج البتر كيمويات بسبب العرض والطلب خلال الربع الأول طبعا الحمد لله في زيارة الإنتاج والمبيعات من الشركة حرصنا خلال الربع هذا على زيارة الكفاءة في التشغيل في المصانع سواء من كمية الإنتاج أو من كفاءة التشغيل وأيضا ترشيد النفقات وهذا ما في شك نعكس على الحمد لله تحسن لا بأس في مقارنة برع الأول من العام الماضي ماذا عن حجم الإنتاج لهذا الربع سيد أحمد كم بلغت بالمقابل مبيعاتكم الإنتاج خلال الربع هذا بلغ حوالي 600 ألف طن متري من جميع المنتجات سبكم والإيرادات بلغت حوالي 830 مليون ريال فالحمد لله تحسن عن العام الماضي من ناحية كمية الإنتاج وليس من ناحية الإيرادات نعم الإيرادات كم بلغت الإيرادات بلغت خلال الربع هذا حوالي 826 مليون ريال نعم طيب ماذا عن تكاليف المشاريع تحت التطوير سيد أحمد إلى أي مدى أيضا كانت شكلت ضغط على الأرباح لهذا الربع المشاريع التي تحت التطوير هذه لا تدخل في حسابات الشركة المالية لأنها مشاريع تحت الإنشاء فهذه يتم رسملتها من ضمن تكاليف المشروع حتى يتم إعلان التشغيل التجاري لأي مشروع بعد تدخل في حسابات الشركة أو قوائمها المالية الموحدة فالمشاريع طبعا إعلننا في واحد من الشهر هذا بدء التشغيل التجريبي لمشروع هام جدا لسبك مشروع البليمرات صحية فهذا من واحد إبريل طبعا ستبدأ ينعكس التأثير المالي على حسابات الشركة من بداية الربع وتأثير إيجابي إن شاء الله نتوقع أن يكون قوي إن شاء الله المشاريع الأخرى قد يمتوقعين إيرادات من المشروع الجديد سيد أحمد تقديريا على الأقل والله عذريني لا يمكنني طبعا التصريح بالموضوع هذا بسبب طبعا عدم إعلان وفي تداول في الوقت الحاضر لكن إن شاء الله يتم قريبا والتشغيل التجاري متى نتوقع يعني؟ التشغيل التجاري على مشروع البليمرات أعلنناه بدأ من واحد إبريل نعم سينعكس على نتائج الشركة من الربع هذا والمستقبل في مشاريع أخرى واحد بدأ التشغيل التجريبي اللي هو مشروع اللدائن الحرارية والهندسية اللي هو البي بي تي بدأ للتشغيل التجريبي في الأمس وأيضا مشروع آخر سنعلن عن التشغيل التجريبي اللي هو بليمرات عواز السلاك الكهرباء هذا إن شاء الله سنعلن عن التشغيل التجريبي يعني خلال الشهرين هذه متى ما تمت جميع الاقتبارات والفحوصات الفنية في المشروع هذه كلها طبعا ستنعكس إجابيا إن شاء الله على نتائج الشركة في الأربع القادمة أدي حجم الاستثمارات المخصصة للمشاريع خلال عام 2015؟ المشاريع الآن اللي تحت التشغيل واللي تم تشغيل التجريبي خلال الشهر هذا إجمالية طبعا حوالي المليار دولار أو تقريبا أربع مليار ريال سعودي نعم طيب إذا ما سألنا عن تأثير تراجع اليورو على منتجاتكم وتصديركم سيد أحمد إلى أي مدى يعني هناك أيضا تحوط من استمرار تراجع أسعار اليورو على منتجاتكم لا شك تغير العملة خاصة في مبيعاتنا في أوروبا والتي كانت في اليورو هذه لها تأثير لا شك على القوام المالية للشركة والحمد لله حتى الآن في مرحلة تجنب تأثيرها في المستقبل بتحويل المبيعات إلى عملة الدولار وهذه تحمي الشركة وتجنبها من التقلبات يعني خلال الربع الأول لا شك كان فيه بعض المصاريف التي تحملت الشركة بسبب انخفاض اليورو مقابل الدولار ولكن لا أعتقد أنها جوهرية يعني بحد كبير وإذا ما قلت إن شاء الله تجنبها في الأربعة القادمة المديونية حاليا بالنسبة للشركة سيد أحمد كم تبلغ؟ إجمالي المديونية على سبكم تقريبا الآن على مشاريع سبكم الحالية يعني إذا ما يحضرني الشك تقريبا بحدود العاشرة مليار تقريبا ريال سعودي نعم طيب هي قابلة للتسديد خلال أي فترة؟ مختلفة حسب المشروع في مشاريع طبعا تم من حمل المدلع الوفاء بالديون على الشركة وفي بعضها ما زالت في مرحلة مجدولة فهذه يعني تحت السيطرة من الشركة والملاء المالية لسبكم جيدة والله الحمد نعم أخيرا أسألك على سبكم والسحراء للبتروكيمويات هل هناك أي نية لععادة المفاوضات مجددا حول هذا الاندماج سيد أحمد على المدى القريب على الأقل الآن طبعا الموضوع ما زال متوقف لكن نعمل في المستقبل إن شاء الله أنه يكون في أخوار سارة إن شاء الله لكن الآن لا في أي توجهات في استكمال يعني مع بداية العام الجديد أو مع نهاية 2015 ممكن نسمع الأخبار لم يحدد أي شيء اللي يقدر أقوله الآن أن الموضوع متوقف وليس في أي تطورات جديدة في عادة الدراسات للاستحواذ أو الاندماج سواء مع الصحراء أو أي شركة أخرى يعني رح نسمع أخبار طيب إن شاء الله بالنسبة للعمليات الاندماجية شكرا جزيلا لك سيد أحمد عبد العزيز العوهل الرئيس التنفيذي لشركة سيب كيم كنت معي عبر الهاتف من الدم شكرا جزيلا لك